لكل شخص صديق والصداقة إما تكون في خير وإما في شر فاختر الصديق الصالح لتفوز بالدارين الصحبة نوع من العلاقات اللي ممكن تدوم أو ممكن تنتهي في أي لحظة بس أنت كن مستعد سيدنا الخضر عليه السلام فارق سيدنا موسى عليه السلام فقال له كما في القرآن الكريم قال هذا فراق بيني وبينك فمهما كانت نوع العلاقات سواء كانت صحبة صالحة أو صحبة طالحة فلابد من الفراق يوما ما ولكن تعرف إيش العلاقة الدائمة اللي تستمر إلى يوم الحساب علاقتك مع الله سبحانه وتعالى كيف أطع الله تعالى بإقامة الصلاة وقراءة القرآن الكريم وتقرب إليه بالأعمال الصالحات حافظ على هذه العلاقة باجتناب المحرمات والابتعاد عن الموبقات خلي دائما لسانك رطب بذكر الله سبحانه وتعالى وأكثر من ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تضيع ولا لحظة في قربك من محبة الله حتى وأنت نايم اذكر الله سبحانه وتعالى هذه هي العلاقة الدائمة اللي لا يمكن تنتهي حتى الفناء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة